كيف بحط سيروم فيتامين سي كتير اجتني اسئلة بعد ما نشرنا الفيديو انا بحطه صبح ومساء بحطه باول طبقة بتركه حتى تنشاف وبعد منه اذا كنت بالليل بحط كريم العناية بالليل و اذا كنت الصبح بحط كريم العناية الصباحي و بعد منه اذا طلعت برات البيت بحط واق الشمس مع الكريم يعني هو بينحط بالطبقة الاولى السيروم السيروم اعملنا مثل ما تتذكروا وحطينا في فيتامين سي عيار الف هيدا العيار وهو مرتفع فنحنا هلا لانه ربيع ولسه شتي انا فيني اتركه على وشي لكن بكرا لما بيجي الصيف لما بيجي طريقة وضع السيروم كتير سهلة فيكن انتو لاحظوا اول شي بدي وزو على كامل الوجه السيروم فيه ترطيب يعني السيدات اللي بشرتهم دهنية ما بيحتاجوا انهم يحطوا كريم مرتب لاحظوا هلا بعد ما حطيت تقريبا على كامل الوجه مساج بسيط اول شي ما بفي ضغط دائما بيروس الاصابع يمكنكم تحطوه على الرقبة فيكن تحطوه وين ما بدكم لاحظوا تحت العين بهدوء اذا بتردوه انا لسه لا طالع من الحما فا ايدي ما حاطت لون كريمات لسه لاحظوا الامتصاص رائع الترطيب رائع يعني هلا نحنا ما بنحتاج مرتبات حسب بشرة كل سيدة بتحطوه على بشرة بينترك حتى يجف وبعد منا منتابع حياتنا السيدات اللي بيعانوا انه في عندهم زيادة مثلا ترطيبو الشوم بيحطوه كمية قليلة بيخففوا من المواد اللي انها حطيناها الترطيب الكليسيرين والزيوت اللي اضفناها هذا التحكم ما انا اللي بقدر بقلكون انا قلت لكم الستاندار هيك واللي بيلبق لبشرتي كل السيدة عندها بشرة بتختلف عن بشرة التانية وحلاوة الكريمات او السيرومات البدنساوية بالباتية بتتلقم مع كل بشرة السيدة بتعرف شو بلائمة وبتغيروا فصبايا هايدي هي كل المعلومات اللي كنتو حابين انا انتباهت على التعليقات وبتمنى كون جاوبت على كل الاسئلة بتمنى اكون الصحة والجمال وما تنسونا من كومنت حلو ولايك وشير وتابعوه كل منشورات انا قط انسة بتشكركم شكرا